من بعد أن أعطيتكم هذا الفيديو الذي أعجبت الكثير منكم التي تكلمنا فيها في مدد لغة الفرنسية وتكلمنا فيها بالضبط لأجموعة من النصائح التي تقدرون أن تتبعوهم أو التي تقدرون بهم إن شاء الله ستحاولون تضمنهم عشرة على عشرة في هذه الأجموعة من النصائح أعطيتكم الكثير من المترجم لأجمونا الجزء الثاني الذي يتحدث عن نصائح ونتحدث عنه بنفس طريقة يعني أعطيكم بعض النصائح لأنها تحاولون تضمنهم المترجمات في المترجمات وكيف تحاولون تحاولون من المترجمات في المترجمات إن شاء الله سأحاولكم في هذا الفيديو دعوكم معي حتى الأخير كيف أصبق لي وقال لكم في الفيديو والذي لم يرى هذا الفيديو مهمة كثيرا سوف ترونها أعطيكم معي هذا الجزء كيف أصبق لي وقال لكم أنه هناك زمن رجيونال المدد للغة الفرنسية هناك زمن الأجزاء الجزء الأول في هذه الفيديو سوف تكون هناك 10 نقاط وأعطيتكم فيه بجموعة من النصائح والجزء الثاني في هذا الفيديو والذي سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الفيديو وهذه 10 نقاط سأعطيكم هذه مجموعة من النصائح أول نصائحة لا أعطيتها لكم أولا سوف نعود نقول لكم ما هي حاولوا أن تضيعوا بزال الوقت في تقريبا 40 دقيقة ماكسيموم لأن تطلب منكم بزال الوقت يعني إذا أعطيتها 40 دقيقة لتقريبا ساعة وربع ساعة ساعة تقريبا في تقريبا حاول أن تضيعوا وقت في تقريبا وخلي وقت أطول النصيحة رقم زوج قرأ السجل مزيان وحاول تفهموه باش ما تخرش على الموضوع وبالتالي تاخد 0 يعني الأخر الشي على الموضوع ذلك شي كامل اللي غادي تكتب من بعد رغم ما عنديه في عك بحتش حاجة حاول تعطي الوقت لهذا كل السجل اللي غا تقرأ حاول تفهموه مزيان حاول تأكد من الفهمة ذلك يعني ذلك شي اللي اللي فهمت هو هو ذلك حاول تأكد بطريقة أو بالأخرى عاد بدك تحط لغاية داكسان لأنه لك تبتي موضوع مخالب من السجل اللي تعطيك أرادك شي كامل اللي غادي تكتب من بعد ما غادي ينفعك بحتش حاجة وبالتالي اللي حفوض تقدر تجيك صافة لغاية داكسان وتقدر شوف انت شعر ستكون خدمتي سواء خدمتي مزيان أو ما خدمتيش مزيان أراها عشرة مع انها باش تكفيك في الفارنسياني حاول تفهم و تحتارم أول شيء لك خدمي ستجد لغاية داكسان حدد داكسان مع السجل مع السجل مع السجل وي ننشي او لأشمل بلان تخدم به لأشمل بلان تخدم به وباش نفتح واحد القراص صغير بالنسبة لهذه بلان بالنسبة لبلان سامل لبلان دياليكتك لبلان كنساسيب وبنسبة لبلاناناليتيك لبلان كنسيقنس والسولوشن طبعا تتطوروا تكست ارغمونتاتي ولكن لا تقروا لك مثلا ويستطوروا لكم لصاوية مشروفات تكست ارغمونتاتيك أولا تكست ارغمونت الإمتع على البراناناليتيك تتطوروا لكم حتى جانبا تطوروا لكم لبنانان اطلاف لبلاناناليتيك نصيحة رقم 4 نحاول ان تضع العوارض على شكل عوارض في الورقة الواسخ نقولها و نعودها عندك تضع العوارض على شكل عوارض فهو قد تحرير إلا تضع فرقة الواسخ لكي لا تنسى عليك حتى شيء عوارض وتضع الأفكار بيكونوا كلهم واضحين بالنسبة لكم ومن بعد عاد ستبدأ تدمجهم حتى تكتبهم على شكل عوارض فقط نصيحة رقم 5 كتبوا الانتخوديكسون التي ستكونوا موجودينها وحافظينها من قبل وحاولوا تقوموا بإعادة سياغات الموضوع وطرحوا السؤال التي ستجاوبوا عليها في الارض يعني لا تنظر الانتحال جيهوي عاد ستبدأ ان تفكر في الانتخوديكسون التي ستكتب حاولوا تكونوا الأمور مضبوطين من نوع وموجود الانتخوديكسون وحافظها لكي لا تنظر الانتخوديكسون وحاولوا تكتب نفس الانتخوديكسون ستبدأ فقط في السؤال وفي السؤال وفي السؤال حاولوا تستعنوا بأمتلا من الرواية المشابهة للموضوع المطروح أكيد نعرفوا أن هذه السؤال التي ستعطيكم ستكون واحد من المواضيع المطروحة في واحدة من الروايات التي ستعطيكم يعني إذا تعطيك واحد السؤال من الانتخوديكسون حاولوا انك تأخذ واحد لك مقطبس من الانتخوديكسون وتتخدم به في المسألة وهي المسألة المهمة وتعزيز الانتخوديكسون وتجعل المصحيح أعطيك صيحة رقم سبعة حاولوا تستعملوا جملة بسيطة ومفهومة لكي تجنبوا الأخطاء حاولوا تبعدهم على جملة تبين راسك راك واعر وراك فاهم وفتالي راك مفاهم حتى شيئا وهذه الشيء يدىك أنك تغلط في الاختغراف يعني الأخطاء الإملائية ها واحد المشكل الكبير وكي نقص لكم بزارة ديال النقاط حاولوا تكتب جملة بسيطة ومفهومة سيجاة وفاق بكمبليمو وبعد تماما على الكمبليكسيات نصيحة رقم 8 استعملوا الروابط او الاليان لجيك في الروابط او الاليان لجيك الروابط او الاليان لجيك رهم شيئا ضروري بزاف كما سبق لي ونقول لكم أنها ممتك الملحة التي تملح لنا هذا الطعام وماذا تريد أن تكون ملحة نقصة ملحة وماذا تكون في الملحة هذه تريد أن تكون ملحة نفس الشيء بالنسبة للمشكل الكريم إذا لم تكن بحاجة للمشكل الكريم أو حياتي أو حياتي أو حياتي نحن لا تريد أن تكون ملحة من المشكلة وماذا تريد أن تكون ملحة لا يوجد جمال صحيحة وهذا الشيء يجعله مصحيح أنه ينقص لك النقطة أو إذا لم تتعجب لقيتك الصندير ويعطيك نقطة نازلة لذلك النقطة التي تتمنى أنك تجيبها أو تستحقها وخدموا بالروابط لأنهم مهمين كثيرا و لا يتجزأ من النصيحة النصيحة رقم تسعود إبداء الرأي الشخصي شيء ضروري ومهم ولكن في الخاتمة هناك ناس يبقوا يكتبوا الرأي الشخصي ولكن تتضغط على النصيحة هذا هو الشيء التي لم تكن صحيحة تتعلقوا الرأي الشخصي في الخاتمة من هناك إن كتابه الأول أن تضغط على تحقيق الناس طبيعي أو من قبل أو الأول لا أعرف ما تضغط على تحقيق يمكن أن تكتب الرأي الشخصي في أي شخصي من تلك المتفاق الاخدر تتكتب النصيحة نعم الانتركوزون حتى هو خطأ لنكتب رأي الشخصي لانه تطيح رقم 10 من بعد ما تكون ساليتي لابدتك في ورقة الوثاث ستتحضرها سيضعها و ستضعها في ورقة التحرير حاول انك تجنب تشطيب و تجنب البلانكو و تجنب الأخطاء هذا كشي عليك دروري كتستعمل ورقة الوثاث في الابدتك حاول انك تكتب شوية عليك حتر من النينية اقد شوية من نجاح في نوم الفرق و تكون نقص على البلانات و تقوم على بلانات كابلة و تتعطي انفين لمصحح يقرأ ويعطي نقطة إضافية لأنه تتعلق النظيم للورقة لا توجه شخص وليس كتير اقدامنا الوصح يجعل المصحح يدق انفين يجب أن تتعب فيه لكي فهو صديقي أو افضل موالي وغير ان تنظم لكك وغير ان تنظمها سوف تجعلك تربح نقطة إضافية احاول أن تكون منظمين ومرتبين في الكتبات الآن ساعة الأسبقالية هي تقرار لك المراجعة بسيطة و تقرار الباب برؤية الألوال إلى الأخر و تكون فخور براسك كيف ما كانت النتيجة و كيف مكنت برؤية الألوال تكون فخور براسك وتعتز براسك انك حاولتي وتعبتي وخدمتي ودرتي واحد الحاجة اللي يزوينا بلا ما تتغش او بلا ما تديرشي حاجة لمخالفة للدين دينا ولا القانون ومن بعد اكيد كتسلم الوراقة ديالك للأستاذ وانو تقاعد على سلامتك هاتشي اللي يمكسب على فيديو ديالي وما جاسبا انها تدهدكم جاسبا خصوكو انها تفيدكم فيديو مفيدة حاولوا سبحطاجي وغنى أصحابكم بحتى هم يستفدو وحاولوا تخليوا ميان لايك وتنكواجيوني نزيد نكمل معاكم في هذه المحتوى هاته ان شاء الله وتعرضونا واشتركونا ما زالي لا مابونيش فعلوا الجرس باش انفروا حد فيديو جديد ان شاء الله شوصلكم انتو من اللولين تهلا فرصكم حتى على بروشان فيديو ان شاء الله بسلام عليكم